سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار أدى المئات من أهالي أبو المطمير بمحافظة البحيرة صلاة الجنازة على جثمان الفنان محمود الجندي بمسجد الشيخ عبد الحكم بمشاركة عدد من النجوم الفن ومنهم الفنان فاروق الفشاوي والفنان بايومي فؤاد والدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية والنجم أحمد السقم وكان الفنان محمود الجندي توفي عن عمر نهزة 74 عاما بإحدى المستشفيات بمدينة الستة أكتوبر بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية حيث استمر في المستشفى لما يقرب من عشرة أيام حتى فارق الحياة والفنان الراحل اسمه الحقيقي محمود حسين الجندي ولد في عام 24 فبراير 1945 وتخرج من المعهد العالي للسينما بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وكان يشتهر كذلك بصوته العزب وغناء الموويل وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية كما قدم ألبوم غنائي باسم فنان فقير عام 1990 وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء لكنه لم يحب استكمال التجربة تتلقى أسرة الفنان الكبير محمود الجندي ونجله المخرج أحمد الجندي العزاء في فقيدهم مساء غدا الجمعة بمسجة الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر ويتم الآن الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير الراحل بمسجة الشيخ عبد الحكم في محافظة البحيرة وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية